موسيقى تنبتوه أرخوا الخبال يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون خلص كثيرين فليخلص نفسه نعم خلص نفسك إن كنت أنت المسيح انزل من على الصليب اصنع إحدى معجزاتك اصنع إحدى معجزاتك وبهذا تم ما تنبأ به أنبياء الله منذ مئات السنين انظروا إلى هذا الثوب الملكي اعطيني إياه لا تمزقه اسمعه اعطيني إياه فلنلقي عليه قرعة بيننا نعم لنلعب عليه حسنا لنلعب عليه علي بأربعة علي بخمسة علي بسبعة أنا سأربحه بل سأربحه أنا أيها المحضوط رقد ربحت السوق ووضعوا فوق رأسه لوحة كتب عليها هذا هو ملك اليهود خلص نفسك إن كنت أنت ملك اليهود قال لنهانة قال لنهانة قال لنهانة موسيقى موسيقى ألست أنت المسيح؟ خلص نفسك وإيانا ألا تخاف الله؟ لقد نال نفسه عقابنا لكنه لم يفعل ذنبا أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس كان الوقت ظهرا وفجأة حل ظلام على الأرض لثلاث ساعات حتى الساعة الثالثة بعد الظهر موسيقى موسيقى وانشق حجاب الهيكل من وسطه موسيقى موسيقى يا أبتا في يديك أستودع روحي موسيقى موسيقى ولما رأى قائد الحرس ما حدث مجد الله وقال مجدا لله في الحقيقة كان هذا الإنسان بارا وكان رجل صالح اسمه يوسف الرامي عضو في مجلس الشيوخ لم يكن موافقا على صلب المسيح فذهب إلى بلاطس وأخذ إذنًا كي ينزل جسد يسوع ليدفنه قبل حلول السبت قبل المغيب موسيقى 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 اشتركوا في القناة اسمح لنا نريد رؤية جسد الرب حاصلا لكن هيا فالسبت يدنا اشتركوا في القناة وكان القبر حاملات معهن عطورا واطيابا كنا قد اعددنا فوجدنا الحجر قد تحرك من مكانه ولما دخلنا لم يجدنا جسد يسوع لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام اذكرنا ما كلمكم به حين كان بعد في الجليل سيسلم ابن الإنسان ليد الأشرار فيصلب وفي اليوم الثالث يقوم حيا اسمعوا الحجر قد دحرج من مكانه فدخلنا ولم نجد جسد الرب هناك ماذا جسد الرب اختفى؟ ثم فجأة ظهر لنا ملاكان يلمعان مثل الشمس وقالا لنا لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ نقول الحق هذا صحيح صدقونا رأيناهما اذهبوا لتروا بأنفسكم القبر فارغ والرب ليس هناك بوترس يجب أن تصدقونا وظهر يسوع المسيح لاثنين من تلاميذه فرجع بفرح إلى الآخرين لقد قام الرب حقا وقد ظهر لبوترس لما رأيناه في الطريق لم نعرفه لكن لما كسر الخبز عرفناه في عمواس؟ ولماذا يذهب إلى هناك؟ سلام لكم ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تشقون في قلوبكم؟ انظروا ها يداي وقدماي إني أنا هو جسوني وانظروا الروح ليس له لحم ولا عظم كما ترون لي هذا ما أخبرتكم به قبلا لما كنت معكم أنه لا بد أن يتم فيها ما كتب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير هذا هو المكتوب أن المسيح سيموت ويقوم في اليوم الثالث وسيكرز باسمه برسالة التوبة ومغفرة الخطايا لجميع أمم الأرض بدءا من أرشاليم وأنتم شهود لذلك وهنا أرسل إليكم معد الله الآب فامكثوا هنا حتى تلبس قوة من الأعالي شكرا للمشاهدة سلام لكم دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا إلى العالم أجمع وعمدوهم باسم الآب والإبن والروح القدس وعلموهم أن يعملوا بجميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر آمين لقد أوحى الله في كتابات الأنبياء أن المسيح المنتظر سيأتي لموقذ البشر من عذاب النار ونحن نرى في حياة السيد المسيح دليلا على أنه حقا الموقذ الذي تنبأ عنه الأنبياء فالنبي إشعياء تنبأ قائلا العضراء ستحبل وتردوا ابنا واتحقق ذلك بعد عدة قرون وجاء في الكتاب المقدس أن المسيح سيدعى ابن الله ليس بالمعنى المادي إنما بمعنى روحي على أساس علاقة الروحية الفريدة مع الله ويتضح لنا الدليل على هذا من سيرة حياتي لقد شف المرضى وغفر آثامهم وأرجعهم إلى الله خالقهم ووعدهم بمكان في مملكة الله لقد قدم نفسه تكفيرا عن الخطيئة بدلا عنهم وبعث للحياة ثانية قاهرا للموت قال سيدنا عيسى لا أحد يأخذ حياة مني بل أنا أضحي بها برضاي هذا ما أوصاني به لله تممت حياة السيد المسيح ما كتبه الأنبياء وهذا يثبت صحة كلمة الله المقدسة قال الأنبياء كلام الله حق كلمتك يا رب سرمدية والمسيح نفسه قال السماء والأرض تزولاني أما كلامي فلا يزول أبدا عندما عصل الإنسان الله في جنة عدن اختار أن يشق طريقه الخاص به وأبعدته أفعاله عن الخالق عز وجل يصرح الكتاب المقدس قائلا كل الناس خطاؤنا وأن عقوبة الخطيئة هي الموت وهذا يعني موتا روحيا أي لانفصال الأبدية عن الله لكن كما أعد الله كبشا لفداء بن إبراهيم كذلك أرسل الله سيدنا عيسى المسيح فداء لنا حياته وموته وقيامته من الموت أعادت العلاقة بين الله وبين كل المؤمنين به أما أتباع سيدنا عيسى فقد غفرت لهم خطياهم وليس ذلك فحسب بل لن يرد النار أبدا لقد ضمنوا الجنة خالدين فيها إلى الأبد مع المسيح عليه السلام واليوم يمنح سيدنا عيسى لكل شخص الحرية من الذنب وتحكم الخطيئة ليفوز بالنعيم الأبدي لا يكسب الناس هذه الحرية باتباع ديانة ما ولكن بالثقة بالمسيح والخضوع له قال المسيح إنني واقف على الباب وأطرق فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب أنا أدخل إليه وهذا يعني أن المسيح عليه السلام يريد الدخول إلى حياتنا ليغفر ذنوبنا ويجعلنا صالحين لا يكفي أن نعبر عن إيماننا به بالفم أو بالمشاعر بل عندما يمنحنا الله الإيمان بالمسيح فنسأله أن يدخل حياتنا سيدا ومنقضا عندما يكون الناس مستعدين لاتباع سيدنا عيسى لعلهم يحدثونه مباشرة بدعاء بسيط إذا كان هذا هو الحال معك فلتتضرع إليه بخشوع من أعماق قلبك يا سيد المسيح أنا أحتاج إليك أشكرك من أجل تضحيتك على الصليب لتفديني من عقاب ذنوبي وأؤمن بقيامتك منتصرا على الموت أنا عارف بمعصيتي وأتوب عن سيئاتي وأقبلك سيدا لي ومنقضا لحياتي من نار جهنم أشكرك لأنك غفرت آثامي وأدخلتني حياة الخلود معك في الجنة يا سيدي اجعلني من أتباعك الصالحين الذين يرضونك فأهتدي بنورك في كل الأوقات آمين قال السيد المسيح عن أتباعه رعيتي يصغون إلى صوتي وأنا أعرفهم وهم يتبعوني لا بد لأتباع المسيح أن يدعو الله يوميا بالصلاة ويقرأ كلمته المقدسة لكي يختبروا الحياة المباركة الصالحة التي وعدهم بها وعليهم كذلك أن يخبروا الآخرين عنه وعن رسالته وأن يلتقوا بانتظام مع إخوتهم المؤمنين مثلهم أخيرا تذكروا سلطانه ووعده الصادق فقد قال المسيح الله أعطاني كل سلطة في السماء والأرض تذكروا إني معكم طول الأيام وإلى انتهاء الزمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر